كما عودناكم فيديو جديد لتوزعات العيد في فيديو النهاردة ان شاء الله شارككم مجموعة من الأعمال اليدوية اللي تقدروا تعملوها لتوزعات العيد وطرق مبتكرة جدا لتقديم العدية بتاعتكم وزي كل سنة هيكون في تصاميم مجانية تقدروا انكم تحملوها وتطبعوها وتستخدموها في التوزعات بتاعتكم فيلا بينا نبدأ بما ان العيد اللي جاي هو عيد الأطحاف خلونا نعمل حاجة شوية تليئة على الثيم ده أول حاجة هستخدم ورقة سودة وهقص منها دائرة عن نفسها استخدم الخرامة بتاعت الدوائر لو مش عندكم عادي جدا ارسموا دائرة حوالين أي حاجة مدورة وقصوها ونكون كمان محتاجين لخرامة اللي هي الخرامة العادية علشان هنكون محتاجين دائرتين صغيرين طبعا مش لازم انكم تستخدموا الخرامة عادي جدا تقدر انكم تقصوها بنفسكم هنجمع دلوقتي الثلاث دوائر دي كلها مع بعض وعشان اعمل حاجة زي كده هستخدم صمغ الورق العادي ولزقت الدائرتين الصغيرين بتوعي من فوق علشان يطلع معانا الشكل ده باستخدام الالم الابيض هضيف شوي التفاصيل علشان احنا دلوقتي بنعمل شكل راس خروف بعد كده هنكون محتاجين اللي هي الاكواب البلاستيك الشفافة العادية دي وهنلزق عليها شكل الخروف اللي احنا عملناه وبرضو هستخدم صمغ الورق العادي اخر تفصيل هتضفه على الكوباية هتكون اني هكتب بالالم الاسود عيد سعيد بس اتأكدوا ان الالم يكون مش بيتمسح هنحط ايه بقى جوال كوباية طبعا من اول الفيديو شايفين ان انا حط فشار في الجن فاكيد هنحط فشار عارفين زي ما يكون الكوباية اللي فيها فشار هي جسم الخروف والرأس بتاعة الخروف ملزوقة عليها اخر خطوة حاملها هي اني حقفلها بالغطى بتاع الكوباية لو ما عندكمش الكوبايات دي عادي جدا اقولكم على طريقة تانية تقدروا تقفلوا بيها الكوبايات بتاعتكم وهي انكم تقصوا جزء من البلاستيك العادي جدا وعشان تسبتوا الجزء بتاع البلاستيك ده تقدروا انكم تسبتوا باستخدام الاستيك سواء قفلتوا الكوباية بتاعتكم بالطريقة دي او بالطريقة دي الاثنين شكلهم حلو جدا ودي النتيجة النهائية بحب كل عيد ان انا عمل لكم تصاميم علشان تستخدموها في توزيعات العيد بتاعتكم المرة دي عملت التصاميم في شكل دوايرك دايما بتكون في شكل مربعات وطبعتها على ورق ستيكر تقدروا انكم تطبعوها على ورق عادي مش لازم انكم تطبعوها على ورق ستيكر ولكن انا حبيت ان الموضوع شوية المرة دي يكون مختلف رابط تحميل التصاميم هتكون دحت فيه description box اتأكدوا انكم تشيقوا عليها بنبه برضو مرة تانية على ان التصاميم اللي انا بنزلها لكم دي للاستخدام الشخصي بس ومش مسموح ان اي حد يستخدمها بشكل تجاري عادت دلوقتي اقص الستيكرز بتاعتي وطبعا انا ندمت ان انا عملتها في شكل دواير لان انا ما بعرفش اقص دواير حلو خالص بس ما علينا المهم انها تقصد في الاخر يلا نشوف دلوقتي نادر نستخدم الستيكرز دي في ايه اول فكرة يا فكرة سهلة جدا لتقديم العادية بطريقة مختلفة عن الازرف العادية كل اللي احنا هنكون محتاجين هو ستيكرز وبالمناسبة الاطفال بيحبوا الستيكرز جدا والحلو كبان في الستيكر انه في الغالب بيكون جاي في كيس بلاستيك فممكن انكم تحطوا الفلوس اللي انتم عايزين تدوها كعادية في الكيس بتاع الستيكر وبعد كده تزينوه بالبطوات او التصميم اللي انا عاملها لكم عشان تاخد الثيم وبهجة العيد اكتر الحلو في الستيكرز انه بجد الاطفال بيحبوه جدا وتقدروا انكم تلاقوا اشكال بسهولة تناسب البنات واشكال تانية تناسب الولاد فبدل ما نحط الفلوس بتاعتنا في اظروف عادية و اظروف مملة ممكن نعمل حاجة زي كده بجده هيحبوها جدا وبكده نكون خلصنا دي النتيجة النهائية فكرة تانية برضو سهلة وسريعة تقدروا انكم تقدموا بيها العادية بتاعتكم هنكون محتاجين الاكياس البلاستيك العادية دي وهنحط فيها الفلوس اللي احنا عايزين نديها كعادية الاساور اللي هي الخرس دي ترنت جدا والاطفال الفترة دي بجده واقعين فيها فحتكون اضافة حلوة جدا للتوزيعات بتاعتكم او العادية بتاعتكم ممكن تضيفوا معاها تشوكلت او اي حلويات تانية هيفلوا الكيس بتاعكم وكده حرفيا ان نكون خلصنا مفيش اسهل من كده واكيد طبعا تقدروا انكم تلعبوا في العناصر بتاعت التوزيعات بتاعتكم زي ما انتم عايزين اخر حاجة هعملها هي اني هنضيف الستيكر الى انا طبعته وبكده نكون خلصنا دي نتيجة النهائية للفكرة اللي بعد كده هنرجع نستخدم اكواب البلاستيك اللي بغاطة دي اللي احنا استخدمناها في اول الفيديو لو ما عندكمش استخدموا الاكواب العادية وقفلوها بنفس الطريقة اللي وردها لكم في اول الفيديو هنحط الحلويات اللي احنا حابين ان احنا نحطها وطبعا الخطوة اللي بعد كده واضحة هي ان احنا هنقفل الكوباية بتاعتنا واخر خطوة هنزينها بيه الستيكرز اللي احنا طبعناها وبكده نكون خلصنا مش شرط انكم تلزقوا استيكرز ممكن انكم تكتبوا حاجات على الكوبايات مثلا عيدكم سعيد كل عام وانتم بخير اي حاجة مش لازم خوص انكم تطبعوا حاجة مخصوص حبيت في الفكرة اللي بعد كده اني اضيف حاجة مختلفة في التوزيعات عارفين انطبعات الصغيرة دي الاطفال برضو بيحبوها جدا ممكن ان احنا نحطها في التوزيعات بتاعتنا هتكون اضافة مختلفة وحلوة هنسيبهم دلوقتي على جنب ونبدأ دلوقتي نشتغل على الفكرة الاساسية هنكون محتاجين للاكواب الصغيرة اللي هي الكرتون العادية دي وهنعمل فيها خرم من الجنب من الخرم ده هندخل خيط او حبل او ممكن كمان انكم تدخلوا شريطة ستان لو متوفرة عندكم وبعد كده هنربطها ربطة من جوة هنقص الطول اللي احنا عايزينه وبعد كده من الطرف التاني هنرجع نخرم خرم تاني ممكن انكم تخرموه بابرة او تخرموه بالمقص وبرده هنرجع نربط الخيط بتاعنا من جوة انا بعد ما ربطتهم كان فيه شوية زيادات من الخيط من جوة حبيت اني اقصهم علشان الشكل النهائي يكون مرتب اكتر دلوقتي عملنا زيت عليقة كده صغيرة للكباية هيتدي للتوزيعات بتاعتكم شكل حلو جدا حطوا جوة الكباية الحاجات اللي انتم حابين انكم تدوها للاطفال وبكده حرفيا انكم خلصنا شكلها لطيف جدا والاطفال هيكونوا مبسوطين انهم هيكونوا مسكنها زي كده اغير فكرة هنعملها في فيديو النهاردة شفتها كتير على بنترست وعجبتني جدا كل اللي احنا هنكون محتاجينه هو ورقة ملونة اي ان كان لونها اي مثلا السود او ورق ملون ابيض حتى عادي مش لازم ورق ملون وهنعمل عليها الخطوط اللي هي او الشبكة بتاعة الـ XO ديت الفكرة منها ان هما يلعبوا بالحلويات اللي انتم حتدوها لهم في العيد قبل ما هما يكلوها فتأكدوا انكم تختاروا حلويات صغيرة علشان يقدروا ان هما يلعبوا بها حطيت الورقة في كيس وبعد كده حطيت الحلويات اخترت اني احط اللبان واخر حاجة هضيف العيدية حلو ان احنا نعمل فعاليات للاطفال مش بس ان احنا نوزع عليهم حلويات او نديهم فلوس هيستمتعوا جدا بالموضوع لو طبقتم اي حاجة من الافكار اللي احنا عملناها في فيديو النهاردة او استخدمتوا التصميم اللي انا عملتها لكم اتأكدوا انكم تنزلوا تطبيقاتكم على حسابتكم في انستجرام وتستخدموا هاشتاك تطبيق الاعمال نوريتا علشان اقدر اشوف التطبيقات بتاعتكم وعلشان يكون عندكم افكار اكتر لتوزعات العيد اتأكدوا انكم تشوفوا البلايليست اللي بعنوان العيد اللي هتطلع لكم دلوقتي على الشاشة والافكار اكتر ملهاش حدود اتأكدوا انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس زي ما قلت لكم روابط تحميل التصميم اللي انا استخدمتها في فيديو النهاردة تحت في دسكريبشن بوكس اتأكدوا انكم تشايقوا عليها الحد نشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله كنوا بخير وإلى اللقاء